هنا صوت الجزائر الحرة المكافحة هكذا صدح صوت الإعلامي المجاهد عيسى مسعودي ليخترق الأثير معلنا عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ الجزائر وإعلامها السماعي البصري في مثل هذا اليوم من عام 62 رفع صحفي مبنى الإذاعة وتلفزيون التحدي بعد مغادرة أفراد الطاقم الفرنسي احتجاجاً على استبدال عالم بلدهم بالعالم الوطني في رهان على قلة خبرة الجزائريين بعدم الاستغناء عن خدماتهم إلا أن الصحفيين والتقنيين الجزائريين استجابوا لنداء الواجب وأبانوا عن احترافية عالية بمواصلتهم البثة بعد انقطاع قصير استعادة السيادة على قطع السماعي البصري حدث برهن من خلاله الجيل الأول من الإعلاميين والتقنيين على قدرة الجزائر المستقلة لرفع التحدي بفضل العزيمة والوطنية التي استمدها من روح نوفمبر عزيمة يرهن عليها الجيل الجديد لاستكمال المسيرة في ظل تطورات والتحديات التي تفردها الساحة الإعلامية بعد 56 عاماً ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر